اشتركوا في القناة نتفق احنا التلات اضلاع الهمين جدا في العملية دي عملية السنوية العامة يعني معلم وطالب وطالبة وولية امر احنا بنتحرك في مشروع السنوية العامة بناء على تلات اسئلة السؤال الاولاني what التاني why التالت how what احنا عاوزين ايه احنا التلات احنا عاوزين مجموع عالي ان شاء الله لابننا وابنتنا طيب why عشان كل واحد فيهم ان شاء الله يحقق ما يتمنى وده يسعدني كمعلم ويسعد ولي الامر طبعا how نحقق ده ازاي انا هبدأ بنفسي كمعلم هقول انا هعمل ايه وفيه how بالنسبة لابننا وفيه how بالنسبة لولي الامر how بالنسبة لأحمد شمس احمد شمس هيعمل ايه اسبوعيا فيه عندنا حصة هنشرح فيها الدرس chapter one هبدأ اه الشرح محتاج معلومات من القديم هتلاقيني كل درس في مقرر علينا في المنهج محتاج معلومات قديمة تكون خدتها في قولة سنوي خدتها في تانية سنوي هتلاقيني بعمل feedback عليها قبل مدرس المقرر علينا في chapter one في chapter two في المنهج بصورة عامة لكن امل انك تنتبه لحاجة الفيدباك اللي انا بحطه ده مش حاجة برا المنهج لا ده يتعامل معاملة المقرر بتاع المنهج الفيدباك من غيره ما فهمش المنهج يبقى الفيدباك هو جزء من المنهج طيب النوتس بتاعتك هتنزلك ان شاء الله فيه اشرح ان شاء الله يوافي كويس قوي انت تركز من خلال الحصة ومن خلال متابعيتي من النوتس هتفهمني قوي كويس ان شاء الله ثم تاخد homework الجزء الخاص بال homework كل شابتر فيه homework متقسم لثلاثة section section A section B section C section A ده miscellaneous questions المiscellaneous questions فيه اسئلة متنوعة كثيرة جدا اسئلة من خبرة استاذكم انا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني باني اكون مشارك في وضع كتاب سنة 96 كتاب اسمه المثالي ثم وضعت كتاب بنفسي اسمه المعلم من سنة 2007 حتى 2020 النظام القديم اسئلة كتير محطوطة في miscellaneous questions وفي اسئلة من كل الدنيا من الـ IG من امريكان من منصص ما حصص مصر كان سنة 21 وزارة التربية والتعليم كانت نزلت من اسئلة على بنك المعرفة موجود في النوتس بتاعت الاسئلة بتاعتك حتى اليوم بمعنى اي اضافة جديدة خلال العام ان شاء الله هنبقى update بيها ونديها الاولادنا طيب سيكشن سي في اسئلة السنوية العامة احنا حتى الان في عندنا ست امتحانات سنوية عامة اتنين لسنة 21 دول اول دول تاني اتنين لسنة 22 دول اول دول تاني اتنين كانوا trial exams الوزارة نزلتهم سنة 21 الست امتحانات دول برضو يتفرغوا ما يخص شابتر 1 وتحط في سيكشن سي بتاع شابتر 1 ثم شابتر 2 وانسان اذا انت من اول يوم في السنة ان كنت اجتماع اسئلة السنوية العامة اللي هي بتاعت الامتحان فتشعر ان ما فيش غربة بينك وبين الاسئلة دي وتحس الموضوع في متناولك ان شاء الله والموضوع سهل طيب الهومورك لازم هيبقى فيه discussion للهومورك ده هيبقى فيه recorded session ال recorded session دي هشرح فيها انا بجاوب ازاي ملزمت الواجب اللي معاك فيها answers number one c number two a and son انت ببساطة شديدة جدا بتكون عرفت ان number one c بس بتحب تتساءل وبتسأل استاذك وتقول له انا عرفت انها سي بس انا مش فاهم سي لي استاذك في الهومورك ديسكشن بشرح انا اخترت سي ليه بعلمك how to analyze the question انا بحلل السؤال ازاي بحلل المسألة ازاي بوصل للاجابة ازاي فواجب عليك انك تكون مركز معايا جدا في الهومورك ديسكشن سيشن وبناء عليه انا محتاجك بعد ما ذكرت حصة استاذك كويس قوي وحليت الهومورك تسجل النقاط اللي انت محتاج اراجعلك عليها اكتر محتاج ان انا حليلك الاسئلة كذا وكذا وكذا ابعتلي على اي طريق التواصل الاسدزة هيبلغوكم بيها سواء على المنصة او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك او باي شكل كان هيبلغوكم ابعتلي الاسئلة اللي انت محتاجها وانا هرد عليها المناقشة دي هتوفي كل اللي انت عايزه ومع ذلك لو احتاجت حاجة زيادة ابعتلينا وانا ارد عليك ان شاء الله طيب عاقب ما تخلص من ذكرتك وتشوف الكلام ده هيبقى اسبوعيا في كويس على الدرس اللي احنا خدناه منطقي ان انت ما تروحش تشوف الحصة التانية اللي ما تكون عديت الكويس ده ونجحت فيه ان شاء الله طيب خلصت الشابتر يعاد كل الشغل ده تاني في شابتر 2 بنفس الكيفية خلصت الشابتر 1 هتاخد امتحان على شابتر 1 خلصت شابتر 2 هتاخد امتحان على شابتر 1 و 2 كوميوليتف اجزام وطبعا الويت بتاع شابتر 2 في تاني امتحان هيبقى اعلى من الويت بتاع شابتر 1 طيب استاذ احمد مش هيبقى فيه اي لايف سيشن او اي لايف ميتنج لا ان شاء الله هيحصل وانا الحقيقة في اللايف سيشن دي انا مش هكون مهتم باني اجاوبك على اسئلة بقدر ما هكون مهتم ان انا اسمعك انت بتشتكي من ايه انت عندك مشكلة في ايه عندك استفسار اكتر احب اساعدك ازاي عاوز تتكلمني انا شخصيا سواء من خلال اللايف سيشن دي او لو محتاجني طوارئ هتتصل وانا بنفسي ارد عليك ان شاء الله او يبلغوني واعودك انا في الاتصال وقت ما تحتاجني ان شاء الله طيب ده بخصوص شغل استاذك او استاذك هيعمل ايه هنخلص منهجنا ان شاء الله في اربعة ثم نبدأ نراجع الكلام التقليدي اللي كلنا كمعلمين بنعمله انت دورك حبيبي بقى يبدأ من هنا how to prepare for open book exam الحقيقة ما بقاش book لا ده بقى booklet السنة اللي فاتت زي ما يلكم دخلوا الامتحان في ستنين وعشرين دخلوا ب data booklet كتيب مفاهيم بتوع واحد وعشرين كانوا معهم كتاب الوزارة بالكامل بتوع اتنين وعشرين ما بقاش معهم كتاب الوزارة بالكامل بقى معهم حاجة اسمها data booklet اقل في الحجم من ال school book انا هشتغل دلوقتي على اخر معلومة عندنا ان احنا هنخش الامتحان ومعانا data booklet طيب هنتصرف ازاي دورك انت بقى هاو احنا ونوات واي اند هاو هاو بتاعتك انت كطالب تبدأ من هنا هاو تو بريبير فور اوبن booklet اجزام عايزة قارن بين ال school book وال data booklet النقطة دي في غاية الاهمية الطالب والطالبة وليه الامر يسمعني كويس اوي هنا chapter 1 عندي هنا ال school book ودي data booklet chapter 1 ال school book 25 pages طيب كويس ال 25 صفحة دول عبارة عن مادة علمية ما فيهمش الاسئلة اللي موجودة في نهاية الشابتر يبقى ال 25 صفحة دول chemistry knowledge موجودة شرح فقط دون اسئلة في كتاب الوزارة ال data booklet بيشتمل على كام صفحة اللي زميلك كان معاهم في اخر السنة تا 22 دي واللي بناء على النظام هيبقى معاك في اخر السنة سبع صفحات بس في ال data booklet تخص شابتر كام 1 هل السبع صفحات دول حبيبي ملخصة 25 pages لا السبع صفحات دول متخدين من 25 pages يعني واخد اول paragraph في page 1 وسايب بقيت page 1 و 2 و 3 و 4 ورجع خد نص الصفحة من page 5 وساب بقيت page 5 وساب لغيب page 10 واخد page 11 و 12 و 13 وساب مش عارف اذا اذا السبع بيجز اللي موجودين في ال data booklet دول دول مش ملخص 25 pages بمعنى انت فيه 18 صفحة من شابتر 1 مادة علمية مش موجودة معاك في ال data booklet اللي موجود في الامتحان طيب مش هطول عليك ادي شابتر 2 شابتر 3 شابتر 4 شابتر 5 تعال نتكلم على الكتاب ال school book عدد صفحاته التي تحتوي على مادة علمية بتاعت الكيميا 178 صفحة ال data booklet في اخر السنة 60 صفحة مستاذ احمد هل ال 60 صفحة دول هم ملخص ال 178 صفحة نو ال 60 صفحة جزء من ال 178 واخدين حبة وسايبين حبة مندي لك حبة وسايبين لك حبة مندي لك حبة وشايين حبة تعال نقرب ال 178 خليها 180 صفحة لما يكون الكتاب 180 وال data booklet 60 فانت في ايدك في اخر السنة انت داخل الامتحان وانت معك تلت المنهج في تلتين المنهج مش موجودين معك اصلا ومنهمش اي مرجعية المفروض التلتين دول يكونوا فين لازم يكونوا في ذهنك بالكامل طيب كويس open booklet exams require you too مطلوب منك ايه يا سيدي واحد learn for understanding rather than just remembering خلاصة القول خلاصة اللي استاذك عايزه واللي تنفذه ان شاء الله واللي ولي الامر دور ولي الامر يشرف على اللي احنا بنقوله ده يتابع اللي احنا بنقوله ده خلاصة number one انا محتاجك يا حبيبي تفهم كويس جدا لدرجة الحفظ افهم كويس جدا لدرجة الحفظ اسألك ترد علي مش تقولي ثانية واحدة ارجع لكذا كذا كذا لا افهم كويس جدا لدرجة الحفظ اتنين understand how to find information لازم تفهم ازاي توصل للمعلومة اوصل لانهي معلومة هتكلم دلوقتي عن المعلومة اللي موجودة في الداتا بوكلت لازم تتعلم اوصلها ازاي عقب ما بتذاكر اول حصة في شابتر وان هتنزل الملزمة بتاعتك معاها الداتا بوكلت بتاع شابتر وان اللي هو كان سبع صفحات بعد ما ذكرت وبدأت تحل الهومورك بتاعك حبيت ترجع لحاجة عشان تشوف المعلومة دي هترجع للداتا بوكلت مش هكليها موجودة فده معناه اني لازم تكون المعلومة دي في ذهنك لازم تخزنها في ذهنك كويس طب رجعت لقيتها موجودة فانت بتستخدمها في حل السؤال اللي انت واقف فيه طيب يبقى الداتا بوكلت اللي بيتسلم في اخر السنة انت هتبدأ استخدامه من اول يوم في السنة ان شاء الله يبقى رقم اتنين understand how to find information افهم ازاي توصل لمعلومة ثلاثة make good notes and organize materials for fast reference حتة fast reference دي انتبه كويس جدا make good notes استاذك بيشرح لاحظت ان فيه كلام جميل استاذك قاله سلايد جميلة قوي حاجة لخصت بيها النوتس بتاعتك دايما على اليمين بيبقى الكلام موجود على الشمال فيه صفحة فاضية دون اللي انت عايزه حط ملاحظاتك حط بصمتك الذاتية لتفكرك وتربط لك الحاجات ببعض طيب and organize materials for fast reference ترتيبك للمعلومات للمادة العلمية اللي عندك والله الشاب ترون كان بدأ بكذا وبعده كذا بعده كذا بعده كذا الترتيبة دي تخليك ترجع بسرعة للي انت عايزه من كثرة ما بترجع للداتا باكل بيكون عرفت ايه اللي موجود و ايه اللي مش موجود عرفت الترتيبة عاملة ازاي طيب apply the information in your sources to the questions كل اللي انا قلته في واحد واثنين وثلاثة من الفهم العميقة جدا لدرجة الحفظ ومن فهم ازاي اوصل للمعلومة ومن الملاحظات الجميلة اللي تربط لي المعلومات ببعض مع ترتيب بالمادة العلمية اللي من خلالها اقدر اوصل بسهول لأي معلومة طبق كل اللي انا قلته ده وانت بتحل الأسئلة طيب يبقى ده how to prepare yourself for open book اللي قلنا عليه open دلوقتي booklet exam اذاكر ازاي انت الكلام ده لسه عليك يا طالب اذاكر ازاي اسمعه استاذك كويس واحد you need to study for open booklet exams just as you would for any exam مش فاهم افاهمك اتعامل مع امتحان open booklet اللي هي بمديك 60 صفحة في ايديك اتعامل يا واج مع open booklet exam وكأنه امتحان عادي خالص مش هتخش باي حاجة في ايدك يعني ايه يعني انا نفسي اسألك ترد من ذهنك اسألك ترد اسألك ترد وكأنه ما عندكش حاجة هترجع لها يا مستر في عندنا data booklet هيسلموها لنا قال لي فعلا انا بقول لك اتمنى انك تتعامل مع امتحان open booklet exam وكأنه امتحان عادي ليه عشان تعرف ترد علي بسرعة ومعلومتك تبقى جاهزة بالمناسبة اللي موجود في open booklet موجود المعلومات اللي كانت بتتحفظ بشكل يعني بحت جدا ايام النظام القديم زي chemical equations في chapters كلها زي مش عارف الالوان بتاعت chapter 2 اشي احمر برتقاني اسود مش عارف ايه كل الحاجات دي بيدهالك جوة open booklet ده او البوكلت ده data booklet طيب ما بيدهالك شيء بالمفاهيم اللي حواليها بالشرح بتاعها انها بيديها نصوص لكن ما بيقولك الchemical equation دي نوع hydrogenation ولا دي hydrogenation hydration ولا دي hydration مش عارف oxidation reduction ولا substitution ولا 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 ما بيقولك الكلام ده هو بيديك نص بس النص دي انت بتشتغل عليه بناء على فاهمك ما تقدرش تستخدم النص بس في الحل انما النص اللي موجود في ال data booklet بلاس فاهمك للموضوع طيب اتنين if you know your subject you will have a knowledge base to draw on لما انت بتكون عارف مادة علمية كويسة ودروسك كويس انت بتقدر تبني على الكلام ده كويس شابتر قم اربعة من الفيدباك انسان انسان وبناء عليه لما انت تكون فاهم كويسة دول وشابتر وان فاهم كويس تقدر معايا تبني شابتر تو تقدر تكمل شابتر ثري وشابتر فور والمثل ده او الموضوع ده يتضح جدا جدا في الورجانيك كل ما انت اتعلمت الورجانيك اللي هو شابتر فايف كل ما تعلمت الورجانيك كويس والماتيريال بتاعتك او الكامستري بتاعك knowledge كانت كويسة قوي تقدر تبني حصة على حصة معلومة على معلومة وتبقى لعيب في الورجانيك ان شاء الله طيب بي فاميليير وذيور ماتيريالز صودو نوت او دونت ويست فاليابو الاجزام طايم سيرشنج ثرو دم ايه اللي انا بقوله ده من اول حصة عمال تحل هاسئلة وهمورك وما تشتكيش هاسئلة كتير ولا مش كتير القصة بالنسبة لك دلوقتي بالنظام الجديد انك تحل على قد ما تقدر مش انك تذاكر كتير لا متى فهمت الفكرة كويس قوي روح اللي كتير قوي 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 لما انت بترجع بقى بترجع للداتا بوكلت بترجع مش عارف للديسكاشن هوموكي دسكاشن سيشن وا 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 هترجع كتير للنوتس بتاعتك هترجع كتير للداتا بوكلت هترجعت كتير للمادة العلمية بتاعتك فانت بيصبح بينك وبينها أولفة عالية جدا تفتح الداتا بوكلت كده اه الحتة دي شابتر 2 دي 3 النقطة بتاعة الكاتاليتك اكتيفتي اه زكرت مرتين في شابتر 1 وشابتر 3 على حتة دي تخص شابتر 1 دي تخص شابتر 3 ده من الانفة اللي بينك وبين المادة العلمية بتاعتك مع التدريب الكتير كل الكلام ده بنقوله ليه so we don't waste valuable time searching through them مش هتروح بعض ناس من زميلك السابقين كانوا قالوا ان احنا الوقت كان قليل جدا الوقت القليل ده لان بعض الناس بتعتقد انها هي قعدة في الامتحان هتروح تدور على الاجابة وعمل يقول لا ده الصفحة دي لا ده مش الصفحة دي لا ده مش لقيها والله لا انت من اول السنة متدرب على ال data booklet وبناء عليه تقدر الموضوع يبقى familiar قوي بالنسبة لك وبناء عليه وصولك للمعلومة يبقى سريع جدا اذا ما طلعتهاش من زهنك انما لو ما طلعتش من زهنك هتلاقيك وصولك سهل لان الموضوع مألوف طب طلعتها من زهنك ده شيء عظيم جدا وده اللي احنا عاوزينه وليه الامر ارجوك يبقى فيه متابعة والحتة اللي انا قلتها على ال school book وال data booklet في غاية الاهمية كتاب الوزارة 180 صفحة ال data booklet فيها 60 صفحة معلومات ال 60 صفحة دول مش ملخص ال 180 ده جوز من ال 180 في 120 مقصين تلتني المنهج ناقص في ال data booklet فلازم بقى في زهن ابننا كويس عايز اقول حاجة هامة بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي يا ابني ويا بنتي انا شايف بفضل الله ان حظوكم انتوا ان شاء الله افضل من دفعة 21 ودفعة 22 ليه يا حبيبي عندك ست امتحانات سنوية عامة فانت عرفت الحكومة بتفكر ازاي الوزارة بتفكر ازاي بقى معروض قدامك مش اسئلة في كتب او في بنك معرفة نو ده انت شفت عينات امتحانات سنوية عامة وبناء عليه انت احساسك بمستوى السؤال ومستوى السنوية العامة كم تحان بقى موجود وبناء عليه انت ما تخافش ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب ليكم كل خير وبالتوفيق ان شاء الله اراكم على خير السلام عليكم